أريد أن أفاجئك بهذه المعلومة أن الرجال ثلاث أنواع يوجد رجل يبحث عن العلاقات المحرمة ولا يستطيع الوصول إليها ورجل يبحث عن العلاقات المحرمة ويصل إليها وثالث رجل يستطيع الوصول إلى العلاقات المحرمة ولا يذهب إليها بل يذهب إلى الحلال وفي هذا الفيديو ستقرر أنت أي واحد ستكون بينهم ويوجد نوع رابع لم أذكره وستعرف السبب بعد قليل فإذا كنت رجل وتريد الزواج بأي فتاة في العالم وكيفما كانت وفي أي مرحلة كانت علاقتك بها سواء في مرحلة الإعجاب أو التعارف أو العلاقة قم بحجز مكالمتك المجانية لأرى إذا كنت مناسب لمساعدتك وستجد رابط الحجز في وصف الفيديو وأول شيء أريد منك إحضار كتاب ورقي واكتب في الصفحة الأولى من الكتاب هذا العنوان دليل زواج واكتب اسمك مثلا دليل زواج إلياس رابح فأنت أكتب اسمك بعد دليل الزواج وهذا لأني سأبدأ معك بالترتيب في هذه السلسلة جميع المعلومات النظرية والعملية التي ستجعلك تتزوج المرأة التي تريدها وهذا الكتاب سيكون دليل خاص بك للزواج وأريد أن أصحح مفهوم خطير جدا وهو أن زير النساء ليس الشخص الذي يتعامل مع عدة نساء ويحاول أن يعمل علاقات محرمة معهم ولا يحصل على أي علاقات بل زير النساء هو الشخص الذي لديه القدرة على جذب النساء وعمل علاقات محرمة عاطفية وجنسية متعددة وبرضاهم وهدفه يكون عاطفي وجنسي بل أحيانا يكون فقط تحدي لإشباع غروري فبكثرة تعامل مع النساء وجاذبيته لهم يأتي إحساس بالملل فيحاول أن يبحث عن البنت الصعبة مثلا ابنة رجل مهم ابنة وزير ويعتبر عمل علاقة معها بمتابة تحدي وبمتابة إذا استطاع الوصول إلى هذه العلاقة يعتبره إنجاز وهذه العلاقات تزيد خبرة في التعامل مع النساء وتصبح لديه قدرة خارقة على جذب النساء والتعامل مع النساء وجعلهم يحبونه وأتمنى أن تكون هذه القدرة لدى كل رجل على وجه الأرض دون الدخول في هذه العلاقات المحرمة وهذا لأنها ستجعله يجذب المرأة بالمواصفات التي يريدها ويتزوج منها ويعيش حياة سعيدة معها وهذا فقط إذا توفرت في هذه الصفة أو هذه القدرة الاستوعابت قوة هذه القدرة والتي ستعرفها بعد قليل بعد أن تفهم شخصية زير النساء الحلال وهو الرجل الذي لديه القدرة على فهم المرأة والتعامل معها بالطريقة الصحيحة وجعلها تحبه وهذا لأنه يشارك مع زير النساء في هذه القدرة الخارقة والتي من المستحيل أن تكون لديك هذه القدرة ولا تستطيع جذب النساء أو جذب المرأة التي تريدها بل جذب أي شخص وهي القدرة على فهم الطرف الآخر أكثر من نفسه هل تعرف مدى خطورة هذا الموضوع؟ لأنه السبب الرئيسي لإعجاب المرأة عند التعامل معك السبب الرئيسي لتعجبك هو أنك تفهم فيها وهذا يجعلها تقع في حبك وتستمر في حبك يعني لفترة طويلة لأنك تفهمها أكثر من نفسها فهذا يجعلها ترتاح لك لأن لديك القدرة على التعامل معها بالطريقة التي تجعلها تعجبك أكثر وتحترمك أكثر وتحبك أكثر ويزيد حبها لك أكثر وأكثر وسجل لديك هذه القاعدة المرأة عندما تحب زوجها تكون مخلصة له لأبعد درجة ولهذا فالهدف الأساسي لزير النساء الحلال هو الزواج وسأعرفك الآن الفرق بين زير النساء وزير النساء الحلال من ملامح الوجه أول مثال معنا لزير النساء يعني ممكن أن نسميه بين قوسين زير النساء الحرام وبعد ذلك سنعرف عكس هذا الشخص ما هي ملامح هذه الشخصية أو كيف تتعرف عليها سأعطيك نوعية وهي المنتشرة في هذه الشخصيات في زير النساء بين قوسين الحرام هو عندما خذ خطين هكذا أسفل العيون وأعلى الحواجب عندما تجد أول شيء الحاجب عريض الحاجب العريض يدل على الشخص يهتم بالتفاصيل يعني شخص لديه القدرة على أن يتعامل مع عدة التفاصيل في نفس الوقت فتكون لديه قدرة على أن يعرف عدة التفاصيل عنك ثاني ملمح هو أن يكون حاجب كتيف هذا الشخص لديه القدرة على توقع ردود أفعالك بمعنى أن لديه قدرة على توقع ردود الأفعال بسبب تدفق الأفكار لديه يعني مدة الفكر يعني الأفكار لديه تتدفق بسرعة فيستطيع توقع ردود أفعالك وهو يعرف تفاصيلك فهنا يستطيع كل ما تعامل معك يفهمك أكتر وأكتر وهنا أنت تحبه أكتر وأكتر فهذا الذي يحصل عندما تتعامل معه المرأة وهذا الملمح الذي بعد هذه الملامح محبوب جدا لدى النساء والذي يعطيه اتقى بالنفس عالية في التعامل مع النساء وهو عندما يكون نفس هذا الحاجب الذي هو عريض وكتيف يفهم في النساء والرجال هذا الشخص عندما تجد الحاجب قريب من العيون هذا الشخص يعني قريب من العيون طبعا هنا ضاغط على العيون أصلا لا توجد مسافة يعني هنا فقط الجفن الذي هو منتفخ أما هنا لا توجد أي مسافة فهذا الشخص يكون لديه أصلا ذداء في المشاعر لكن ما يصفت صاحب الحاجب القريب عندما يكون عريض وكتيف هذا الشخص تكون لديه اتقى عالية بالنفس أن المرأة تحبه يعني دائما هو يحسن طن في مشاعر الآخرين دائما يرى أن الآخرين يحبون دائما يفترض هذا ويتعامل معك ويفهمك ويجعلك تحبه حتى لو كنت تكرهه في البداية ثالث ملمح حاليا سنذهب إلى الجانب السلبي إلى الآن كل هذه الملامح ليست سلبية غير جزئية رداءة المشاعر لكن هنا إضالة حتى معي هذا الحاجب هو مقابل العيون يلتف ويقابل العيون هنا هذا الشخص يعني ببساطة سأبسطها لك عندما يلتف الحاجب يدل أن هذا الشخص في طرفه هذا الجزء هو المسؤول عن التواصل عندما يلتف الحاجب في هذا الجزء يدل على أن هذا الشخص يلف ويضر في التعامل مع الآخرين عندما يلتف بزيادة لدرجة أنه أصبح مقابل للعيون وأصبح يضغط على العيون فهذا الشخص يلف ويضر بشكل مبالغ فيه في مشاعره تجاه الآخرين فهذا الشخص تصبح لديه نوايا خبيطة ليس مجرد لف ودوران إن لف والدوران هنا في التواصل هذا الجزء من الحاجب مسؤول عن التواصل هو شخص مثلا تقول له مثلا لنذهب إلى البحر صديقك لديه هذا الجزء مثلا تقول له لنذهب إلى البحر فلو كان لديه هذا الجزء هنا ملتف فسيعطيك أعذار رغب أنها ممكن أن تكون غير حقيقية لكن لو لم يكن ملتف فهذا الشخص أصلا يعني أصلا لا يستطيع أن يلف ويضر عليك يعني شخص مباشر فهنا ستحدث له مشاكل معك يعني مثلا ستعمل له بلوك بغض نظر فعيمت الفكرة يعني حاجب عريض كتيف قريب تقى بالنفس يفهم فيك ويعني واتق أنك ستحبه أصلا واتق من أن المرأة ستحبه هذه الصفة قوية جدا والحاجب ملتف هنا نوايا خبيتة نوايا خبيتة هنا بمعنى أنه عندما يتعامل مع المرأة وتحبه ونواياه منها يعني يظهر لها مثلا أنه يريد منها مثلا يريد أن يتعامل معها فقط ولا يريد منها أي شيء هو في الحقيقة يريد منها الجنس هذا الشخص يريد الجنس حرفيا خصوصا إذا لاحظت معي هنا في هذا الجزء الذي قلت لك خذ خطين هنا إذا لاحظت معي هنا توجد هذه العظمة هنا بجانب العيون في هذا الجزء يعني يجب أن تأخذ خط أسفل العيون وتجد هنا عظمة ممتدة هذه العظمة عندما تجد هذه العظمة هذا الشخص شخص يحب أن يستمتع بجميع وسائل الرفاهية المتاحة أو تحديدا وسائل الرفاهية ممكن أن تكون حتى ممنوعة مدام أنها أو حتى هي حرام يعني شخص يحب أن يستمتع بجميع متاح الحياة لأنه يعتقد أنه مخلط لذلك يحاول أن يستمتع تجد ممكن أن تجد أنه يشرب الخمور يعمل علاقات محرمة بغض نظر لكن هو يستمتع يستمتع بسبب أنه لا يضع أي حساب للآخرة لكل هذه الأشياء أو لما بعد الموت هو يرى أنه يعيش ويجب أن يستمتع فهذه فكرة هذه العظمة مع هذه النواية الخبيثة فهو عندما يتعامل مع المرأة ويجعلها تحبه ويريد منها الجنس وهذه المنطقة تؤكد كذلك هذه الجزئية في هذا الجزء هنا هذا الحاجب الكتيف والعريض يدل على شهوة عالية عند الرجل خصوصا إذا كان مشوش يدل على شهوة عالية وعندما تجد هذه المنطقة هنا طويلة تدل على شهوة عالية وعندما تجد هنا بروز في الدقن هنا دائري يدل على رغبة جنسية قوية جدا والشعر الموجود هنا يعني الموجود هنا هو نوعية من الشعر تدل على شهوة يعني مرتفعة جدا فهذا الشخص هدفه الأول والأخير هو الجنس حتى إذا لاحظت معي هنا يوجد لديه جزئية تضليل هنا فهو هنا يضليل وعنه يعني لا يريد الجنس وهو حرفيا فهدفه الأول والأخير هو الجنس يعني هذا الشخص نواياه خبيطة حرفيا يعني مضلل ولديه جزئية المراوغة المبالغة فيها التي سميناه بنوايا الخبيطة أو نحن بسطناها بجزئية التفاف جزئية التواصل فبمجرد أن تجد هذا الحاجب ملتف عريض وكتيف وقريب قلنا يفهم في النساء وتجده ملتف حول العيون هنا نوايا خبيطة تجد عظمة الجشع فهو هنا يريد أن يستمتع ولا يهمه لا زواج ولا غير زواج حتى إذا لاحظت معي هنا لديه جزئية دونجوان لديه هنا خط مستقيم بعد ذلك متلت وتجد هنا كذلك الجبهة مربعة يعني هنا توجد سرعة تحدي سرعة وتحدي فهذا الشخص لديه جزئية التي ذكرنا يعني مثلا ابنة وزير كذا يتعامل معها تحبه يعمل معها علاقة جنسية فلديه كذلك جزئية تحدي وجزئية الرغبة الجنسية القوية حتى يستمتع بجميع وسائل أو بجميع متعة الدنيوية أو بجميع الملدات هذا بالنسبة لهذه الشخصية بالنسبة لزير نساء الحلال عكس هذا الشخص تماما هو لديه نفس الجزئية لديه حاجب عريض قدر على التعامل مع عدة أفكار هو الحاجب مسؤول عن المشاعر والأفكار الأفكار المرتبطة بالمشاعر لأن المشاعر الخاصة بك هي المسؤولة عن أفكارك إن لو كانت مشاعرك سلبية ستتجه أفكارك ناحية سلبية وهكذا فهو المسؤول عن تدفق الأفكار فعندما نجد الحاجب عريض قلنا شخص يهتم بالتفاصيل شخص مهيمن يهيمن على جميع التفاصيل ليستطيع جعل الناس يحبه ليستطيع تعامل بغض نظر فهذه الفكرة والحاجب كتيف لديه القدرة على التوقع فهو كل ما تعامل معك يفهمك أكثر وأكثر وعندما تجد هذا الحاجب طبعا هو ملتف بشكل مبالغ فيه فهو يستخدم لفو الضوران هنا ممكن أن نقول في هذه الشخصية يعني هو ملمح واحد لا يمكن أن نحكم دقيقة ممكن أن نقول على هذه الشخصية يعني تستخدم لفو الضوران بشكل مبالغ فيه لكن عندما نجد هذا الحاجب هو يوجد هنا جزء مدبب فمعنا شخص مخلص وخفيف من النهاية فهو هنا ممكن أن نقول عليه هو يعني مخلص جدا لشخص واحد مثلا هو مخلص جدا لزوجتي أو مخلص جدا لعائلتي وهكذا طبعا شخص واحد هنا عائلة زوجة جمهور وهكذا فهذا الشخص يصنف شخص مخلص جدا أي نعم ولديه جزئية رداءة المشاعر هنا لكن هو يتعامل معك بمشاعر قوية هنا رداءة المشاعر بسبب أنه يتعامل مع قاعدة كبيرة من الناس فإذا لاحظت معي هنا إذا أخذنا خطين نفس الأول حتى نعرف هل هو وزير نساء حلال أم العكس إذا لاحظت معي هنا أن لديه جزئية أول شيء الجيف العلوي ضاير فهو مباشر في علاقاتي يعني تتعامل معي إمرأة أنا كده وأنا كده أنا متزوج هذا الشخص لا مضلل هنا كذلك إذا لاحظت بجانب العيون هذا الجزء هنا مفرق فهو ملتزم جدا بالعادة والتقاليد يعني لديه شيء يعني هو يصلي مثلا يصلي وبناء على هذه الصلاة لا يقوم بأشياء سلبية أو لا يقوم بأشياء حرام هذا الشخص ليست لديه مشكلة في أن يقوم بأشياء خارج العادة والتقاليد هنا العادة والتقاليد فيها الدين وفيها أشياء أخرى لكن هنا هذا الشخص هو أصلاً غير ملتزم بهذه الأشياء حتى يستمتع هذا الشخص له هو ملتزم فهذه الفكرة كذلك هنا إذا لاحظت معي هنا لديه عظمة معين هنا فهذه العظمة هنا تعطينا شخص حقاني شخص حقاني ومباشر يعني هو هنا شخص حقاني ومباشر وملتزم بالعادة والتقاليد فهو من وجهة نظري حقاني لا يحب أن يظلم أحد فما دام أنه ملتزم بالعادة والتقاليد فهو من وجهة نظري إذا عامل علاقة مع امرأة لا تحل له ومن وجهة نظري أنه ظلم هذا الشخص مدام أنه ملتزم بشيء فظلم أنه خالف هذا الشيء فهو لن يفعل هذا كذلك إذا لاحظت معي هنا لديه جزئية الجيف العلوي ظاهر فهو هنا طريقة جوزه لهذا يعني حتى لو تعامل مع النساء في إطار العمل وكل هذه الأشياء تجده مباشر معها يعني حتى إذا حاول التقرب منه يعني يقول لا مثلا أنا متزوج أنا كذا أنا كذا فهذه فكرة زير نساء الحلال والذي نريد أن نكونه إن شاء الله جميعا هذا بالنسبة لزير نساء الحلال وهنا ينتابك سؤال مهم جدا هذا السؤال هو كيف أصبح زير نساء حلال وكيف أفهم المرأة وكيف أتعامل معها بطريقة صحيحة ولماذا أنا يعني أو ركزت على جزئية الطريقة الصحيحة أنا ذكرت أليك قبل قليل وأنت أكررتها في السؤال هو يعني هل هناك طريقة صحيحة أو طريقة خاطئة أصلا للتعامل مع النساء يعني شخص يفهم النساء ويتعامل مع النساء نعم توجد بسبب المعلومات المغلوطة يعني على سبيل المثال مثلا بعض الرجال يعامل المرأة كأنها صديقه يعاملها معاملة الرجل وهذا بسبب ترويج الإعلام لنموذج الرجل الأنتوي والمرأة الدكورية وسأعطيكم أبسط مثال وهو من البديهيات أو على الأقل يعني وكأن من البديهيات وهو أن المرأة عاطفية والرجل عقلاني وهذا الجزء الذي يستغل الإعلام وستعرف خطورة هذا الموضوع نبدأ بالجنسين عندما يمر كل شخص منه سواء رجل أو امرأة من علاقات فاشلة غادر خيانة يبدأ كل طرف بالبحث عن سبب لتفسير ما حصل لها أو شماعة يرمي عليها فشلة نبدأ بالمرأة ما الذي يحصل معها تجد أنها دخلت في دوامات وممكن تجد أن لديها هستيريا فتجدها بدأت يعني المرأة تدخل في هستيريا والرجل يدخل في نرجسية طبعا أقصد أغلبية الرجال وأغلبية النساء وبعض النساء يعني يحصل لها كما يحصل لرجل وبعض الرجال يحصل لهم كما يحصل للنساء فيأتي مثلا نفترض مثلا يتبحث في علم الفراسة فيأتي مثلا إلياس يقول هذا الرجل سيء هذا كدفه تؤكد يعني نظرتها تجاهل رجال مثلا وتذهب مثلا تبحث في علم الطاقة وتكتشف أنها لم توازن بين طاقة الخير والشر ممكن تذهب حتى لساحرة بعض النساء وتقول مثلا الساحرة لديك عقد تحتاج للفتح وهكذا الفكرة هو أنها تبدأ تعيش في الأوهام بغض نظر عن صحة الأشياء التي تبحث فيها مثلا علم الفراسة ومفيد جدا فهي لو عرفت كيف تستغل لتحل مشاكلها ليس لتؤكد الضنون أو يعني الشكوك التي لديها وتتأكد أن الأشخاص فعلا هم سيئون وكذا أما بالنسبة للرجل مصيبة حالته أسوأ بكثير بسبب العقلانية التي لديه فبعد أن يتعرض للخيانة والغدر يعني يتعرض لها مثلا من إمرأة مثلا هي في طفولة بغض نظر كانت تدرس معها بغض نظر ويتابع السوشال ميديا ويرى نسب طلاقة مرتفعة يعني سبعون في المائة ستون في المائة خمسون في المائة ثمانون في المائة وقصص الخيانات يعني بسبب التكنولوجيا أو بسبب السوشال ميديا يعني أصبح الموضوع يعني لو بحثت في موضوع ستجد ملايين ملايين القصص ملايين فيديوهات عن نفس الموضوع فهنا الرجل مصيبة هنا أركز قلنا المرأة تدخل فيه أوهام الرجل يصبح متطرف يعني يرى كل النساء شريرات ويحقد عليهم وينغالق على الجنس يعني الجنس الآخر المرأة يعطي فهو هنا ممكن نقول يعطي مبررات واقعية لانغلاقي سواء بالتحقير من المرأة أو بتأليه المرأة يعني يبالغ في إعطاءها قيمة أو يحقر من المرأة حتى هو في موقف مؤخرا حصل معي قبل يومين لأحد الأشخاص في الاستشارة سألته يعني كيف هي رؤيتك للنساء فقال لي أن النساء مجرد لعبة في يد الرجل يمارس مع الجنس ويرميها والمصيبة يعني أنه كان يتكلم طبعا يعني كلمت لفترة ليس فقط الجزئية التي ذكرت يعني المصيبة أنه كان يتكلم ويستدل من الدين يعني فأنا مباشرة بدأت أحاول أن أفهم يعني هذه العقلية يعني لماذا وصله هو لهذه الدرجة من التفكير يعني تفكير متطرف جدا فوجدت نفس الشيء يتكرر معه علاقات فاشلة سوشال ميديا أرعبته بالقصص والنسب طلاق فأصبح شخص متطرف وستعرف بعد قليل ملامح هذه الشخصية حتى تتدارك نفسك وتعرف ما الذي يحصل في عقلك أصلا ولا تكون مثل هذا الشخص فهنا يعني الصفات التي لديه حاول أن تعكسها يعني اللي تعيش حياة سعيدة ممكن أن نقول فلذلك ركز معي في هذا المثال حتى تفهم هذه الوضعية تخيل معي مثلا شخص يريد أن يصبح غني فيبدأ يبحث عن نسبة الفقراء يعني الفقراء مثلا في المغرب مثلا في بلده فيجد أنها مثلا 80% ويرى أن كل أشخاص لديهم حوله فقراء ويرى يعني أشخاص لديهم أو أشخاص ممكن أن نقول أشخاص تحت الصفر يعني ليس لديهم لا ما يأكله وليس لديهم مأوى ويسمع الإعلام ويؤكد له مثلا أن أصلا لا تحتاج أن تصبح غني الأغنية ليس سعداء فهو هنا مباشرة سيدهب وينام ولا يحاول أن يكون غني مع أنه لو فتح مشروع وكان لديه طموح سيحقق المال بل سيكون سعيد وسبب كل هذا هو أنه يعني هنا يعني بعد أن يحصل كل هذا هو هنا سيبدأ يعطي مبررات وسيدهب وينام بهذا المنطق يصبح لديه تطرف تجاه المال يعني يعني تجاه المال أو حتى ممكن تجاه الأغنية أو تجاه الحياة السعيدة فيبدأ يعطي مبررات لكل أشياء الذي أو لكل ظلام الذي هو يعيش فيه وهكذا هو لن يصبح لا غني ولا سعيد وفي حالة تطرف تجاه المرأة هو لن يتزوج لأنه مدام أن هناك مشاكل وسلبيات ونسب طلاق فلن أحاول تحمل مسؤولية لن أحاول حل هذه السلبيات فأنا يعني أريد كل شيء بدون أي مجهود أريد أجمل إمرأة مخلصة لي فقط مدى الحياة أو لا أريد شيء وأريد كل هذا وأنا نايم ولا أريد أن أتعلم أي شيء ولا أريد أن أطبق يعني مرعوب جدا من الفشل يعني مرعوب جدا يعني مثلا أن يتعرض لخيانة أو كذا فهكذا يعني أنت لن تنجح لا في زواج ولا في غيره بالنسبة لملامح هذه الشخصية يعني ملامح شخص سلبي أول شيء كل هذه السلبية تبدأ بالأفكار أفكار سلبية أفكار سلبية هي تأتي أصلا في الأصل من المشاعر ذكرنا الأفكار هو الحاجم مسؤول عن المشاعر لكن تجد مثلا لديه عيون انتقادية يعني الزاوية الخارجية للعيون منخفضة عن الزاوية الداخلية هذا الشخص يعني العيون تجدها بهذا الشكل هذا الشخص يلاحظ السلبيات يعني شخصية ممكن أن نقول مركز في السلبيات وتتدفق الأفكار هو الأشياء التي يراها نسب طلاق كذا خيانات ويبدأ يقرأ في القصص فهو هنا تتدفق عليه الأفكار السلبية فتنتقل إلى التفكير ذكرنا هنا الأفكار هنا التفكير يعني الأفكار التي تتدفق تأتي من المشاعر التي تحس بها وهكذا هنا التفكير يبدأ يفكر فيها هذه الأفكار ترجع وتتحول إلى مشاعر فتجد أن العيون أصبحت يعني انتقادية أكتر وأكتر مثلا يعني هو يلاحظ سلبيات أكتر وأكتر فما الذي يحصل هنا المصيبة التي تحصل أن هذه السلبية تتحول إلى طبيعته يعني هنا تنزل إلى جزئية الفم هذا الجزء هو المسؤول عن طبيعة يعني لو أزلنا العقل والمشاعر التفكير والمشاعر الأشياء التي ستتحرك بشكل عشوائي هي هذه الجزئية فتجد أن الفم هنا أصبح مقلوب فأصبح شخص متشائم لأبعد درجة يعني هو بطبيعة متشائم قبل أن يعرف أي شيء هو يعني متشائم يلاحظ يدقيق في السلبيات يرى الجزء الفارغ من الكوب يرى أسوأ الاحتمالات وهكذا يعني هو حرفيا يعيش في الظلام حتى لو يعني هذه الشخصيات هي تكون شخصية أصلا غير مقبلة على الحياة فهو يتحول لهذه الشخصية والمصيبة المصيبة هنا عندما تتحول لهذه الشخصية عندما تتحول لشخصية المتطرف ما الذي يحصل معك تصبح حتى لو تزوج تخيل حتى لو تزوج هذا الشخص الذي يكون لديه هنا الفم مقلوب والعيون الانتقادية هنا أول شيء العيون الانتقادية يكون مزعج لزوجته مزعج لأطفاله وضيف إليها أن الفم عندما يكون مقلوب هذا الشخص يصدر هذا التشاوم يصدره إلى الأبناء يصدره إلى الزوجة فهنا يكرهون فما الذي يحصل فهو هنا يتطلق فركز جيدا الفم المقلوب هذا الشخص بسهولة يتطلق أسهل شخص يتطلق لا يعني كزواج عيون انتقادية فم مقلوب بسهولة يتطلق فهو ما الذي يحصل معه الأفكار التي كانت لديه تأكدت لديه فهو هنا يتأكد أكثر وفعلا يكون أشياء التي فكر فيها حدثت بالفعل فيظن أنه هنا بسبب عبقرية اكتشف الموضوع فهمت الفكرة فهو هنا يعني من فشل لفشل يعني علاقة زوجية فاشلة نفسيا هو يعني فاشل فهذا ما يحصل معه فالشخص الذي يكون فاشل في الزواج هو يكون نفسيا فاشل فهذه الفكرة وهنا لا يعني حتى لا تقع في هذا المستنقع مستنقع التطرف أريد منك أن تتخذ قرار وبكل جدية قرار هو أن يعني هذا القرار هو أن تصبح زير نساء حلال وابدأ طبق معي هذا التطبيق يعني تطبيق عملي لتكون زير نساء حلال وهذا عن طريق أول شيء تحديد الهدف وهو الزواج وتحديد الوسيلة وهي علم الفراسة فأول شيء أريد منك أن تفتح صفحة جديدة في كتاب دليل زواج الذي هو مثلا دليل زواج إلياس رابح دليل زواج محمد وهكذا يعني على حسب اسمك وقم بكتابة جملة أنا واكتب اسمك وحدد الوقت بمعنى يعني مثلا أكتب أنا فلان سأتزوج بعد شهر أو أنا فلان سأتزوج بعد سنة أو بعد خمس سنوات يعني حدد الهدف وحدد الوقت الهدف يعني تحديد الهدف والمدة هذا سيساعد بشكل كبير بشكل لا تتصور وعلى أصلا أن تصل إلى الهدف يعني إذا لم تحدده أصلا فهنا مثلا أنت تريد أن تسافر فأول شيء عليك أن تقوم به هو تحديد الوجه مثلا سأسافر إلى أمريكا وتحديد الوقت مثلا بعد أسبوع أما إذا قل سأسافر وتركت الموضوع فهنا حرفيا ممكن أن تمر سنوات وأنت لم تسافر ثاني شيء قم بعمل جدول مقسم إلى قسمين أكتب فيه الصفات يعني في نفس هذا الكتاب أكتب فيه الصفات التي تحبها وقسم الثاني يعني هو جدول مقسم إلى قسمين والقسم الثاني أكتب فيه الصفات التي تكرهها وهذا يعني سيجعل لديك تصور ذهني لهذا الهدف الذي ذكرنا قبل قليل أما بالنسبة للوسيلة وهي علم الفراسة فالوسيلة تنقسم إلى شقين أو إلى قسمين شق نظري وهو فهم المرأة وشق عملي وهو أنك تتعامل معها بطريقة صحيحة وسأعلم كل هذا بالتفصيل في الحلقات القادمة من هذه السلسلة ولا تنسى حجز مكالمتك الاستشارية إذا كنت تنوي الزواج حتى أرى إذا كنت مناسب لمساعدتك في أن تصبح زير نساء حلال وستجد رابط الحجز في وصف الفيديو